السلام عليكم ورحمة الله شوعة معكم كتر حبيكم جابت لكم فكرة جديدة الناس اللي عندهم نحاس في الدار وكي يحكوهما كي يخرج مزياد انا هندي واحد الحيلة كنت معتها في الرادي وجربتها والنتيجة دياله ناجحة مية في المية كنخلطو الخميرة معجونة مع الصابو البلدي يا خميرة معجونة يا حبيبات نخلطوها ونخليوها تفاعل شوية وكنحتاجو زيكس ها هو زيكس الرطب ألوغ كنشدو داك العاجين اللي عندنا ديال صابو البلدي مع الخميرة كنلبسو بعد داك الليقات كل واحد كيفاش كي يسميهم او لا ليقو او لا صباعيات مو يهم كل واحد كيفاش كي يسميهم كنلبسوهم في الدانة لحقاش الزيكس كي يخلي داك لا تخص كحل بين الجلدة والدفار داك الصباع ونحن العائلة ما كنبغوش داك المنظر داك الصباعاني بانه مصخين كي كحل بين خساك الدرجة وخساك الدرجة من حاجة اللهم احنا نحكو بالليقات ونتهنو كنبغوش داك بحال هكا ندهنوه يا طب الصيل يا صينية اي ذكر عندنا ذي ان نحس صفر كنأكد علي ان نحصل صفر حيث من بعد عديد نوريكم ان نحصل حمار كيفاش كي يكون كنبغوش داك كنبغوش داكور اللي عدنا كنبغوش داكور ونجدها يتفاعل واحد تقسم ماء ونرجع له نتبع المراحل كلها ان شاء الله وبالمناسبة واحد صاحبتي كان جات عندي وشافت كوزينتي وقاتلي كوزينتي كزوينة كطيبة فيها وما كتوريهاش سيغتول بليا اللي عندي ديال الكروشي قاتلي يبينيها وخرجيها الوجود يقدر الواحد يستفد انه بغد نخلي وهو ونرجع له من بعد كوزينة كوزينة انا ملعب الكروشي وكنخدم الكروشي بيددي عندي هاد المسيطرة هادي كندير فيها كندير فيها القطنيات وزينتب هاد الباندة ديال الكروشي وكندير وصد منا ديك باساسينتا داك الريبون كنقلو له الريبون وبشمالي كنقلو باساسينتا ديرتو على القد عبرتو عد خدمتو نعمة وغالية خلين بوبيتهم عندي العجانة تهيادة قدرت ليها هو كيزيت جمالية لأي حويجة عندكم في الكوزينة هاد مخدم بالماكينة هاد بليد هاد طويلة هاد طويلة ديالة هاد مخدمين بالماكينة هاد ثلاثة لتحتانين الفقانية بيدي ها هو المسيو اللي منسنيت في كوزينة كيتشن دي من ضحك مسكين الباب درت لي هاد الريدو ديال العقيق وهاد البانضة هاد البرستة هي درت ليها وحدة هاد تايم خدمة باليد الناس اللي كي يخدموا الكروشير غادي شوفوا هاد السلطة غادي عرفوها رها ساهلة كتجيكم هكا يقدر جي اللي ما كيعرفش تشيه وعراوة لكن ساهلة هي بزاف عندي هادي اللي كندر فيها الخبز حافظة للخبز كتخليها ميدخليش البردو وكيبقى محمي فيها وديكور زويل وعندي هادي تشبكة ديال الخبز تهيي خدمة هادي تهيي باليد زوينة كندروا فيها الخبز باش كتتحط الحاجة مغطية وانفوكي توصخو رحنا كنصبنوهم وغادي نوريكم ثاني هاد الوصيدة في هاد الكورسي هادي تهيي سهل سهل من ها ما كاين تهيي يخدمة هابيدي من اللي كنا من اللي كنا صغار كنا كنتعلموهاتش دار المعلمة اه تلاجة مغلقة في هاد وما يفوتنيش ما نعلقش حاجة ديال مدينتي كنفتخر بمدينتي دار المعلمة ضروري هادي يكونوا عندي وعندي البلاطوات بحل هكا مجرد فكرة فعوت لي عاد شري غير وحدة تبقدر لأي بلاطو باش ميز القوش المعلمة تكون غادية بهم انا شريت كل وحدة في اللون ديالبلاطو ثلاثة البلاطوات كبار وعدك شي صغير كل وحدة في اللون ديالبلاطو اشتوق هذا البلاطو فيه الزراق والصفار ادرت لي وحدة فيها الزراق والصفار هيا والبلاطوات الصغر تهم الفرش دياله اشتحجم كالطحلي يعني انتم مش تديكون كيبخة كل واحد لسق عليه دياله وهذا الجهة الاخرى عندي فيها قريبا القراءة قهوية بهذه الدلت الجهة الاخرى وبرغاءة و بالغوض و القراءة قهوية جدا تزوجت كوزينة كل من يدي البراد وفداد معظم الوقت كانت وزوفه لكوزينا دونك ستكون زوينة ومقادة دابا غادي رجعو لي بعد ما تفاعل ودخل فيه داك الصابو للبلدي مع الخميرة غادي مبدو الحكال وغادي تشوفوا بأن هالطريقة ما كتمحناش وما كتخوش للوقت وليس جهد ما كم قاوش نحكو تكا نعرقو لتكا تعييلي الدينة لا ها انتم ما شوفو هوا غادي بقيباليكو البريو غير كم قاوو نحكو كم قاوو ندوزو الزكس كم قاوو ندورو هكا علما على اليسر او لهكا ضير سافوكي قاو بقيبالينا الفرق شتوه كون حكي تغيب الزكس بوحدو مع صابو البلدي غادي بقا نحك 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 حتى مازالة سيحفو هكا حتى انا مجربة هالطريقة اول مرة اصمعتها فراتي وجربتها عجبتني بزيف وهي اللي كنستعمل وخنساشي حاجة في البلاكار مع المادي تيلي عدنا في كازا وذك شي كتكرفص الحاجة وقد خصها لاتيناء كل مرة الواحدة يحكها اللي كنحتاجه دي مرة كنحكه ديمن واللي ما كنحتاجها بحلا دي نستيتها كانوا عندي ليت خافوا فالدار ونسيتها في البلاكار من اللي طليت عليها وقيتها أولادك جميلة لكي لا يكون الفيديو تور سوف نحكيها من القدام واللورد سوف نخليها مهم سوف نوريكم الطريقة والفكرة الخميرة مع السابو البلدي سوف تعجبكم لاحقا انا عجبتني هاكا غير كنظروا عليه كله الحشية كنظروا على هاكا كلها انتم ما كتشوفو وغادي ولي وحد البريون فيه ما نقولش ليكم حاليا الله تشرا نغسله دابا اشتير الوقت يدوص فيه قليل بزاف نغسله عب الماء كندل ولا صابولة ولا غير الماء كنغسله هم من بعد كنحطوه ينشف شو شو يقولك يشعل اللور كما قلت ليكم ما نحكوش دابا تالي من بعد هاكا نقوم بزاف يجريبه كافية لتشوفو الفكرة كديرة و النتيجة كيفاش كتخرج النتيجة غزالة ما عوشتوه دابا ما زال انا مش عارش الضوء في الكوزينة باش يبنكي برقر غير الضوء ديال حتي عندي شرجم كبير كيد خلط ضوء دابا نحطوه في الشرجم كين الشميشة اليوم نحطوه يقطر هنا و نخرجو بره باش تضرر في الشمش بزاف و ذيك الشمش كتزيد تخرجو نحطوه انا نخرجو للشمش و تشوفو تحكمو دابا غادي نوريكم نحطو الحمار ها و عندنا نحطو الحمار في الداخل ما كنداليش الزكس ما كيصلاع ليش نزيف صابون البلدي حيث هو ورطب بزاف ملس كنداليه اوحد البرودوي ما غاديش نداليه الاشهار كنداليه البرودوي بالاقطن و من بعد كندوزع له واحد الشيفون و كوالليبري هذا كنحكو بالزيكس هذا الصفار كيتحك بالزيكس كيخرج مزين هذا ديجا حكه هذا تهو بالزيكس ما يمكن نوريكم هاد الحويجات باش تعرفوه اشتروا هادا بالزيكس حيث لنحسلي كيكون حرش كيتحك بالزيكس هذا تهوى ماشي مشكل كنداليه مرة زيكس مرة كنداليه برودوي و هانا خرجتها للشمش و شكرا على المتابعة و الفكرة اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى